بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المسرين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لنرحم الراحمين أما بعد فأحييكم ورحبكم في شرح مادة مصطلح الحديث هذه المادة المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الأول والمرموز لها ب141 حيث سوف ألقي الضوء في هذه المقدمة على منهج هذه البادة بشكل شمولي وكامل حيث أنه من المفترض أن كل إنسان يريد أن يدرس علما معينا يجب أن يكون في ذهنه تصور معين عن هذا العلم كالشخص الذي يدخل إلى أي مدينة ما لن يكون هناك تصور لشامل لأهم الشوارع التي تخترق تلك المدينة وإلا فلن يكون هناك تصور في ذهن ذلك الإنسان عن تلك المدينة هذه المادة مادة مصطلح الحديث تتكون من ثمان وحدات رئيسية الوحدة الأولى عندنا في هذه المادة وهي المقدمات نتكلم فيها على قضيتين القضية الأولى نتكلم فيها على الرواية وآدابها وفيها قضيتان آداب المحدث وآداب طالبي الحديث فإذا انتهنا منها انتقلنا إلى القضية الثانية وهي الكلام على نبذة تاريخية موجزة عن نشأة علم المصطلح والأدوار أو الأطوار التي مر بها وأهم المصنفات التي ألفت في هذا الفن الشريف ننتقل بعدها إلى الوحدة الثانية وفيها نتكلم عن تعريفات أولية متعلقة بعلوم السنة النبوية ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة سوف نبدأ الكلام فيها وفيما بعدها عن أقسام الخبر وأقسام الحديث حيث نقسمه إلى عدة تقسيمات في هذه الوحدة نتكلم عن أقسام الخبر باعتبار طرقه التي وصل بها إلينا فنتكلم في هذه الوحدة على أمرين الأمر الأول هو وهو النوع الأول من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا وهو الحديث المتواتر وما يتعلق به من أحكام والقضية الثانية والأمر الثاني هو حديث الآحاد وأقسام الثلاثة المشهورة المعروفة المشهور والعزيز والغريب والكلام على ما يتعلق بها من مسائل ثم ننتقل إلى تقسيم آخر في الوحدة الرابعة للخبر وهو تقسيمه باعتبار قائله باعتبار مصدره وهو ينقسم باعتبار قائله إلى أربعة أقسام فنتحدث أولا عن الحديث القدسي ثم نتحدث بعد ذلك عن الحديث المرفوع ثم الحديث الموقوف ثم نتكلم بعد ذلك عن الحديث المقطوع ولفهم بعض هذه الأقسام وخاصة ما يتعلق بالحديث الموقوف والحديث المقطوع سنضطر إلى الكلام على قضيتين أخرين وهما أولا الكلام على ما يتعلق بالصحابة من حيث تعريفهم وبعض المسائل المتعلقة بهم وكذلك الكلام على التابعين وتعريفهم وما يتعلق بهم من مسائل ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوحدة الخامسة حيث أننا سنقسم الخبر باعتبار العمل به إلى قسمين خبر مقبول وخبر مردود فنتكلم في الوحدة الخامسة عن الخبر المقبول وأقسامه نتكلم فيها على أمرين الأمر الأول ما يتعلق بالحديث الصحيح ومسائله وأحكامه ومباحثه والأمر الثاني ما يتعلق بالحديث الحسن وأيضا ما يتعلق به من مباحث ومسائل وأحكام ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوحدة السادسة وهي أيضا تتعلق بالخبر المقبول لأن هناك من الأخبار المقبولة ما لا يعمل بها ومن الأخبار المقبولة ما يعمل بها نتناول في هذه الوحدة الكلام على ما يتعلق بالمحكم ومختلف الحديث والكلام على ما يتعلق أيضا بناسخ الحديث ومنسوخه ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوحدة السابعة وهي تتعلق بالخبر المردود والخبر المردود هو الضعيف بجميع أقسامه ويدخل تحت ذلك الحديث الموضوع في هذه الوحدة في الخبر المردود سنتكلم على أمرين الأمر الأول الحديث المردود بسبب سقط في إسناده الحديث المردود بسبب السقط في إسناده ينقسم إلى 6 أقسام لن نأتي عليها جميعا وإنما سنذكر منها قسمين فقط ونتكلم عليهما وهما الحديث المرسل والحديث المدلس ثم ننتقل الأمر الثاني وهما يتعلق بالحديث المردود بسبب الطعن فرغاوي وهو أيضا أقسام كثيرة لكن سنأخذ منها قسمين فقط ونتكلم عنهما وهما الحديث الموضوع والحديث المضطرب ثم ننتقل بعد ذلك الوحدة الأخيرة عندنا في هذا المنهج وهي الوحدة الثامنة وهي تتعلق بغريب الحديث فنتكلم على المسائل المتعلقة به وبها نكون انتهينا من هذا المنهج هذه الوحدات الثمان هي التي تشكل التصور العام والكل لهذه المادة وما فيها من مسائل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين